اشتركوا في القناة عبد المجيد تبون حفظه الله ترقى اليوم السبت مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون حسب ما ذكرت كجارية النهار في خبر عاجل وقد قدم الرئيس الجمهوري شكره الجزيل للرئيس ماكرون على اهتمامه بوضعه الصحي منذ نطري الى العلاج في المانيا كما ان الرئيس الفرنسي ايضا اطمأن على صحة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هورا وكذب كذب محال كما تمنى رئيس الجمهوري نظيره الفرنسي الشفاء العاجل بعد اصابته بفيروس كورونا اذا رئيس الفرنسي اتصر بالرئيس الجزائري وهو مصاب بالكورونا وابلغ رئيس ماكرون رئيس الجمهوري نظيره منفذ ذاكرة التي يشرف عليه بنجامين ستورا وهو يهودي بالمناسبة سيكون جاهز شهر جانفي المقبل واتفق الرئيسان على الاتصال مجددا مع بداية السنة المقبلة للتطرق لعديد من الملفات والمسائلات الاهتمام المشترق ربي استر ربي استر لاحظنا ومن بين القضايا التي سيناقشها الرئيسان الوضع السائد في ليبيا ومالي ومخلفته جرائم فرنسا في مالي بإطلاق صراح الإرهابيين وإعطائهم الفدية والصحراء الغربية التي ساهمت بشكل واسع فرنسا في خربشتها ووصولها لهذا المطب الصعب اذا تقبلوا مروري وبرك الله فيكم وجزاكم الله خير